طيب طيب أنا أول ما أبدأ برنامج جديد يكون عندي إيش البرنامج الرئيسي هي Class Program و Public Static Void هاي الدالة الرئيسية تبعتي طيب أنا باجي تحت الكلاس الرئيسي هذا الموجود عندي وبنشئ كلاس جديد الكلاس هذا أنا بسميه Student ماشي؟ أشياء؟ 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 لا أنا بدي أعمل كلاس جديد هاي هاي اسمه Class Student و هاي اسمه Class Program وهو تبع البرنامج تبعي اشياء اللي تتحدث عنه أنت؟ أشياء كلاس أحيان؟ لا نحن عدد نشئ هاي ماشي بنفع 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 فلمت عليها الان سوف أضعهم في نفس البرنامج طيب الكلاس هذا منش مكون سوف يكون في مجموعة الأتريبيوت الخاصة أو التوصف للأستودان اللي موجود عندي الان سوف يكون في عندي برايفت 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 هناك غير مشكلة نعم دعنا يا هانت من البيت برايفت نفس البيت هذه البيت برايفت 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 و البرايفت برايفت نعم لا نستطيع استعمالها، لا نستطيع استعمالها لا نستطيع استعمالها لا نستطيع استعمالها لحاله مع كلمة new واضح؟ مع عملية إنشاء object جديد أو كائن جديد فقط طيب، سأمرر له ماذا أنا في عندي الارجومنت وهي string FirstName وString LastName والفلوت الجي بيه الآن باجي بقول له ليش أنا مجبر أحط this هنا؟ عشان نفس الأسماء أنا FirstName وهنا FirstName هل FirstName قصدك فيها الارجومنت ولا قصدك فيها الاتريبيوت اللي خاصة بالكلاس الآن بما أنه انت خاصة بالكلاس ايش بكتب this؟ حكينا انه this هنا عبارة عن كلمة محجوزة بتعبر على الكلاس الحال بتعبر أو بتعود أو بتأشر عن مين على الكلاس الحال This FirstName يعني قصدك هذا الاتريبيوت يساوي مين؟ This LastName يساوي مين؟ LastName This GBA يساوي الـ GBA طيب هذي كانت ايش؟ الـ Constructor Method الآن بدأعمل اثنين Constructor تانيين شو بعملو؟ في دالة بدأترجع التقدير طبع الطالب بناءاً على مين على الـ GBA يعني إذا جاب في التسعينات بدي يكون ممتاز في الثمانينات جيد جداً في السبعينات جيد مثلاً فوق الـ 60 بدي يكون باص تحت الـ 60 بدي يكون راسي واضح يا جماعة؟ بدي يكون راسي طبعاً إحنا منحدد علامة النجاح من وين؟ في عندي متغير هنا شو سميته؟ سميته Public Static Int Lowest Success يساوي 60 هذي معناته أقل علامة للنجاح ماشي؟ Lowest Success GBA أقل معدل تراكمي للنجاح في المادة واضح هذا الكلام؟ طيب هنا شو منعمل؟ جملة F state متاعاتي زي ما انتم تعرفوها سابقاً F إيش باقول له؟ يعني الـ GBA اللي موجود عندك في الـ Class أكبر من أو يساوي 90 هذي ايش باقول له؟ رجع Excellent عشان هيك الدالة قلت له أنا Public String رجع String اللي هو Get GBA Great هنا قلت له Else If This GBA أكبر أو يساوي 80 رجع Very Good إذا كان أكبر من أو يساوي 70 رجع Good إذا كان Else If أكبر من أو يساوي مين الليوست Success GBA طيب إنت ليش أنا ما كتبتش This؟ الآن أنا بحكي لي استعملها مباشرة بالطريقة هذي بس هذي بالذات ممنوعة استعمل معها ليش؟ أنا هستاتيك ماشي؟ لا هي الـستاتيك هنستعملها بره خلاص سيبونا من الـستاتيك الآن طيب هذي أنا ممكن ما استعملش This لأنه أنا فيش عندي إمبيديوتي خلاص مش معروف مين أنا قصد فيه؟ ماشي لأنه هي تستعمل مين؟ المتغير هذي بيجي بتطلع في الميثود هذي في عندك إنت معرف متغير اسمه لوست ما فيش عندي وين بتطلع؟ في الأتربيوت تبعت الكلاس اللي فوق اللي هم سميناها زمان إيش كنا نسميهم؟ يعتبره Global العامة والخاص واضح؟ الف غير ذلك يعني ولا واحد من هذولا شو بدي يكون عندي؟ بدي يرجع فيه طيب بعد هيك خلصت الدلة هذي في عندي مثل ثانية برضو ببليك هيكون String بترجع وقلت له GetName واش درجع له؟ الفيرستName مدموجة مع مين؟ مع LastName بس طيب أنا خلصت هنا تعريف الكلاس الآن وين باجي باستعملها؟ بدي أستدعي هذه الكلاس بدي أستخدم هذه الكلاس وين؟ في دالة المين في دالة المين بيقول لي عشان أنا أستعمل أكثر من Student حكينا إحنا ما بنا نستعمل الطريقة العادية اللي هي Student هذي اللي هي بتساوي S1 و اللي هي بتساوي بالطريقة بالطريقة طيب ليش أعطاني إرور هنا؟ ليش أعطاني إرور هنا؟ طيب إيش المشكلة هاي الكلاس عملت كلاس أبجيك جديد اسمه S1 و قلت له New Student فيش كونستركتور فاضي فيش عمدي كونستركتور فاضي لكن لو إجيت أنا هنا مثلا قلت له هاي أمل اللاست نيم علي الجي بي اي مثلا تسعة وثمانية هانا راح اليوم لأنه قال لي في عندك كونستركتور انت إيش؟ بيقبل الثلاث قيم هذي أو الثلاث متغيرات هذي واضح؟ بالطريقة هذي الآن لو أنا بدي أعرف أكثر من Student يعني مثلا بدي عشرة شو لازم أعمل؟ لازم أعمل بالطريقة هذي هاي الثاني هاي الثالث هاي الثالث هاي الثالث هاي الثالث لكن لو بدنا 100 برضو هذي مشكلة يبقى في الحالة هذي شو بنا نعمل بدي أري بدي أري أري نسميها الري من نوع بيانات student واضح؟ يبقى هذه العملية ليس تضبط معي في حالة إذا كان عندي إيش بيانات كثيرة الآن بدي أقوله student مصفوفة اسمها students تساوي new student قديش؟ ستأخذ أربعة طلاقس ممكن نضع عشر وممكن نضع مية واضح؟ طيب، الآن كيف تتعبي البيانات؟ عرفت أربع متغيرات، لماذا؟ عشان أقرأ البيانات من وين من الشاشة خلي المستخدم هو لي دخله طيب، شو بدنا هنا؟ قلت له اعمل لي for loop طيب، هذا المتغير لوست هنا هو الوحيد اللي بيختلف معي في التعامل لاحظوا أنا كيف عملت معه كتبت كلمة student اسم لكلاس نقطة اسم المتغير، أعطيته قيمة جديدة اللي هي قديش؟ أعطيته قيمة 60 طيب، هل باقي البيانات بيحكي لي أتعامل معها بالطريقة هذي؟ بقول لي لا، طب ليش؟ الآن لازم أنا أتعامل معهم بطريقة مين؟ اللي هو يا إما نيو ستودانت؟ أو نقطة اسم الدالة أو اسم الأتريبيوت طب ليش هاتا اتعاملت معه من خلال الكلاس وليس الأبجيكت؟ يعني لاحظوا هنا يا جماعة هانا إيش عرفت أنا؟ أبجيكت، والأبجيكت هذا أسندته لمين للمصوفة كله من خلال الأبجيكت لازم أتعامل معه هذا الوحيد اللي اتعاملت معه باسم الكلاس مباشرةً زي قصة مين؟ عشان كلمة static هذا النفس فكرة اللي هو الكنسل ضت ريتلاين أو الماث ضت إيش ضت بي أو دابلي وهو ضت الباور واضح؟ قلنا الدوال هذه عبارة عن استاتيك بحق لك تستعملها مباشرةً تناديها مباشرةً بدون كائن جديد بدون ما تنشئ كائن جديد منها واضح يا جماعة؟ طيب، لسه هنشرح هذا في الصليلات اللي جاي طيب، الآن بدونك تعمل فور لوب 했어 لأعجب يجل hubہ وятنصد الوحيد اللي Jest ضح الكتروجات أغلب رخ kurt وهو شخص كامل الخently Landscape نعمل المثل والحسب جديد من المثل قلت له Student STD تساوي New Student وتبعت له First Name و Last Name والGBA التي قرأتهم قبل قليل من الشاشة وين هذا تخزنه STD؟ تخزنه في العنصر الأول في المصروف Student I يساوي STD اللي هو 0123 الآن في اللفة الثانية سيطلب منك كمان مرة First Name و Last Name والGBA وأيضاً ينشئ لي كائن جديد ماذا يسمون هذه المرة؟ STD الآن ستعطي له المصفوفة ستعطي له STD خزنين؟ في I-1 في I-2 في I-3 هكذا الأربعة موجودة حسناً لا يكتاب أنا؟ إذا أحد يذهب لكي يوديها على عياد حسناً الآن أريد أن أقوم بعمل فورلوب عليهم لكي أقوم بعمل أطبع العناصب في داخلها حسناً الآن المصفوفة موجودة فيها Student صح؟ كيف ستعطي عليهم؟ أريد أن تتعامل معهم من خلال Student ضد I اللي هو المصفوف الأول أقول له نقطة أعطيني تخيلوا الرسمة التي كانت هناك على اللوح لدي المصفوف الأول الثاني الثالث الأول أقول له إطبع لي النام اللي موجود عندك إطبع لي النام اللي موجود عندك سيطبع لي كل العناصب حسناً لنرى كيف هذا هذه هي البرنامج الآن أقول لي يدخل الثلاث عناصر هدولا هذه أمل هذه العالين معدلها مثلاً 90 هذه أحمد بلال 88 هذه منال محمد 89 منال الآن بعد أن دخلنا الأربع طلاب هدولا هذه هي بياناتهم رابعة قد يقول لي طالب الأول اسمه الأول واسمه الثاني وكيف تقديره؟ لأننا حسب البيانات أو دلالة لأنها أرى بشكل بإطلاق الإسم الثالث كيف كيف واضح هذا الكلام؟